اكد سيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة انفرا كورب تركيز الشركة على لفت انتباه المستثمرين لمشاريع البنية التحتية لما لها من دور بارز في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية اذا الصورة واضحة والخطة واضحة اعتقد المستثمر راح يكون متقبل لهذه النوعية من الاستثمارات خصوصا العوائد المرجوة من هذه الاستثمارات عادتا تكون اعلى من الاستثمارات التقليدية ولكن لازم احنا نعطي ثقة من ناحية الانجاز فاحنا في كل مشاريعنا ناخذ مبادرة الاستثمار الرئيسي في البداية من عندنا احنا عشان نخلق القيمة المضافة الاساسية في المشروع يمكن حتى قبل ما ندخل معنا مستثمرين في مراحل لاحقة ومثل ما قلت لك يعني هو موضوع تقسيم المشروع الى مراحل يمكن يخلي المستثمر اكثر ثقة من ناحية المدة الزمنية ويعطي فرص احسن للتخارج في دورات متعددة بدل ما هي دورة واحدة انت داخل فيها من البداية وخارج في نهاية المشروع بعد مدة طويلة والنشاطات المتناوعة تعطي المستثمرين يمكن الفرص على انهما يختارون الرسك بروفايل تبعهم اللي يحبين انهما يستثمرون فيه فيه مستثمرين يحبون الاستثمارات اللي اساسها نموه والاصول وفيه مستثمرين يحبون الارباح التشغيلية فالبنية التعتية الاجتماعية هي تركز على الاستثمارات المدرأ لذات عوائد تشغيلية يمكن اكثر من ما هي capital appreciation ترجمة نانسي قنقر